أولاد ربنا ما يخافوش ربنا يقول لإبراهيم لا تخف يا إبراهام أنا ترسل لك يقول لي يشوع تشدد وتشجع ولا ترهب ولا ترتعد لأن الرب إلهك معك لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك يقول لبولس لما انكسرت بهم السفينة يقول له لا تخف يا بولس بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك من اللي بيخاف اللي بينفصل عن ربنا اللي بيعيش في الخطيئة ده يمشي يخاف من ضله يخاف من خياله زي قيين بعد ما قتل أخوه ينتائها وهاربا أكون في الأرض وكل من وجدني يقتلني يعني مرعوب من كل واحد يقابلوه لأنه نفصل عن ربنا بعدين داود النبي يقول قم يا رب خلصني يا إلهي خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا كل اللي كانوا بيعادوني يا رب ما كانش ليهم ما كانش عندهم أسباب أكثر من شعر رأسي الذين يعادونني بلا سبب أنا رب لم أسيء إلى شاول عشان يدور علي يقتلني أنا لم أسيء إلى إبشالوم ابني عشان يقوم علي بصورة ويخذ مني الملك أنا لم أسيء إلى أخي توفل أنا كنت عام له مستشار وأعطي له درجة كبيرة في الملك في المملكة أنا لم أسيء إلى شامع ابن جيرة أنت يا رب كل دول أنت ضربتهم ضربت كل من يعاديني باطلا هؤلاء الظالمين يا رب أنت بتاخد حقك أنت قلت لي النقمة أنا أجازي أقول الرب إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا أذكر قصة أردتها في كتاب بستان الروح للمتنيح الأنبي يؤنس أسكف الغربية السابق بيحكي يقول كان فيه أب كاهن بسيط يحب التسبيح وفي شهر كياك السابت بالليل المغربية كده يركب الركوبة بتاعته زمان طبعا كانت الدنيا مش متطورة يعني كانت الكنيسة بعيدة عن البلد بتلاتة كيلو فابونا عشان يروح الكنيسة كان يركب الركوبة فركب الركوبة بتاعته والدنيا هتضلم على ما وصل بالركوبة كانت الدنيا ظلمت خالص فطلع عليه عصابة العصابة دي الزعيم بتاعها كان اسمه بلال بلال قصة دي فعالية وبعدين طلعت العصابة على أبونا هم مبيتين النية بقى عارفين أبونا كل سبت بالليل ويركبوا يروح الكنيسة مسكوا أبونا نزلوه من على الركوبة فاتشوه لعلهم يجدوا فلوس لا يا أبونا أبونا ما معهوش حاجة يا عيني فبلال ده اتغاز من أبونا رح ضرب أبونا بالألم على وشه وقال له غور وراح صور يعني وراح شدمه وراح ماشي أبونا قال له كده يا ابني ربنا يسمحك وراح أبونا صلى صلاة العشية وابتدى التسبحة وبعدين كده في منتصف الليل سمع عيار ناري قوي كأنه مدفع فالناس طبعا الكنيسة مليانة ناس ففي بعض الناس يعني يتخطوا طلع يجروا شوفوا لا يردق ماله ده سمعوا ناس بيقولوا بلال مات بلال مات جالوا طلقة ما عرفوش الطلقة دي جاتلهم نين ومات هلال الرب يحكم ايه للمظلومين لأنقمة أنا أجازي يقول الرب فإن كنت أنت مظلوم أو أنت متحارب في شغلك مع جرانك من الشياطين أصرخ وقول مع داود النبي يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله أما أنت يا رب أنت ناصري مجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه أسنان الخطاء صحقتها كل الناس الظلمة دي يا ربي بيشبيهم بأسنان الخطاء زي وحش مفترس صحقتها بول سلسول مرة قال قابلت وحوشا في أفاسس للرب الخلاص أنت يا رب خلستني من جليات خلستني من شاول خلستني من أخي توفل حتى ابني خلستني منه أنت يا رب في عهدنا الجديد خلستنا من الجحيم خلستنا من الخطيئة خلستنا من الديقات أنت يا رب خلستنا على شعبه بركته هالليل يا أقصى ما يتمناه الإنسان البركة البركة والنعمة ودخلناه ودخلناه في العهد الجديد صرنا أبناء لله في المعمودية صرنا هيكل لله وروح الله ساكن فينا يعزينا ويسندنا ما استطيع أن نقول بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعبا داود النبي كالرمز للسيد المسيح داود خانوا ابنه أبشالوم والمسيح خانوا تلميز ويهوز داود قال كثيرون قاموا علي والمسيح كثيرون قاموا علي داود لم يكن ضد أبشالوم ما كانش ضده دا حتى لما ابنه أبشالوم قتل بقى يبكي عليه يقول يا لتني متعوضا عنك والمسيح عن الذين صلبوه يطلب من الآب يقول يا أبتاه اخفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون داود في النهاية انتصر الفخ انكسر ونحن نجونا والمسيح في النهاية قام من بين الأموات طيب هو لازم يعني نقابل الأحزان والضيقات يعني شوفوا ترجمة نانسي قنقر